إذن ولإثراء الحديث حول هذا الموضوع يحضر معنا رئيس جمعية المستهلكة السيد مصطفى زبدي أهلا بك سيدي وشكرا على استجابتك لدعوتنا إذن سيدي كما رأيتم في التقرير هذا ما يحدث أو يحدث الجدل هذه الأيام خمور خالية من الكحول ما رأيكم أو ما تعليقكم حول هذا الموضوع؟ والله نحن الآن في مرحلة وكنا صباحا في اللجنة الاقتصادية المجلد الشعبي الوطني لأجل الحديث عن التقشف ولأجل تحديث قائمة المواد التي يجب استيرادها ونرى أن هذا الأمر من الكماليات وأكيد أنه علاقة نعا أن هذا النوع من المنتوجات لا يمكن أن يدخل سوق الجزائرية لعدة أسباب السبب الأول أنه الحمد لله عندنا ما يقارب أو ما يتفاوت 300 نوع من المشروب يعني نسنا في حاجة إلى مشروبات أجنبية الثاني حاجة أنه هذا المشروب أو يلقى في بدايته قبل أن يسوق حد رأي ولقى معارضة أو زراع النوع من البلبة في أوساط المجتمع وبالتالي كما قال الشيخ شمس الدين يعتبروا شبهة يعني من الأحسن الإنسان يريد الحفاظ على مصالحه المعنوية نحن الآن نقول الناس يشربوا الخمراء ولا تشربوا كل حر ولكن علينا أن نوعي الناس إلى أن هذا المنتوج قد يكون شبهة حقيقة وبالتالي كل من هو على الدين أو في معتقداته أو في تطبيقاته اليومية للدين عليه أن يعلم بأنها من الشبهة مصطفى زبدي بغض النظر كما قلت عن شرعية هذا المشروب دينيا هل هو أحد أم حرام نتركها للجهة الدينية للإفتاء هل تفتي فيه نتكلم عن المستهلك هل هذا المشروب الأجنبي الذي يعرض في صالون الصناعات الغذائية هل يفيد المستهلك الجزائري؟ هل المستهلك الجزائري في حاجة إلى مثل هذه المشروبات؟ أكيد أنه لن يفيده في شيء يعني ربما هناك اختلاف في الضوء ربما هناك اختلاف في الرائحة بالنسبة لباقي المشروبات ولكن لابد أن نعلم شيئا أنه الخبر بطبيعته بطبيعته فيه ما يقارب 150 أوليغو إليمان يعني 150 مكوينة من بين هذه المكونات عندنا ما يسمى بليطانول وهو الألكول وفعلا يعني هناك عن طريق التصنيع يمكن تخلص من هذا الألكول من الإليطانول ولكن تخلص تاعه هل ترى يمكن أن يكون 100%؟ هذا من الأمور التقنية الممكنة الممكنة ولكنها صعبة والمكلفة زد على ذلك حتى لو كان 0% من الإليطانول يعني ما لدينا من مشروبات يعني نحن نفوت قدراتنا الإنتاجية وما نستهلكه يعني باستميلة يعني تشوفي مشروب بريستيج يعني هو هو مشروب بريستيج يعني صراحة ونحن نعلم أنه كل ما هو ممنوع كل ما هو محبوب مرغوب نعم كل ممنوع مرغوب يعني قد نجد غدا يعني بعيدا عن المجال الدينية نحن نظر في المجال الاجتماعي يعني قد نجد غدا منتوج مثلا خنزير حلال يقول لك رانا غيرنا فيه يعني الأجنة إلى غير ذلك ولم يعد من أجنة الخنزير إلى غير ذلك ولا مثلا خنزير ولا خاروف يقول كل شيء ممكن يعني يقول لك رانا مزجناه بغير يعني أظن أنه يجب أن لا نتيها في مثل هذه المشاكل نحن ما زلنا يعني صراحة نحن رأنا في آخر يوم تحملة مقاطعة سمك يعني لما نسمع عن صراحة أنت فجأت يعني لما سمعت المعلومة هذه البارحة قلت أنه لا لسنا في حاجة إلى فتح جد الكبير ولسنا في حاجة إلى أن نكون سبب لا استقرار المستالك أشتفى زبدي عفواً عن المقاطعة جمعية حماية المستالك هلك فئة هل توافق يعني الرأي؟ فئة الأطفال عندما يعني جمعية دورها لبما يتعدى دور الجانب الصحي بالنسبة للمستالك لكن الجانب ثقافي في حداته إذا تعود يعني الأطفال على رؤية مثل هذه القرورات في المحلات وغير ذلك فهل لكم دور؟ يعني حسب رأيك أنت هل سيكون لكم دور في هذا الموضوع؟ نعطيك يعني نعطيك لأن هذا الأمر يكون عاملا في كصر الحاجز النفسي يعني أذكركم منذ أسبوع فقط كنت في نفسي هذا المكان وأتحدث عن مسحوق حلوى ها؟ هذلك المسحوق الذي أتى به يعني مرسلكم وهو مشكور والتي تنسف مثل الكوكاين وهي حلوى سكر ولكن طريقة استعمالها قد توحي للأطفال فيما بعد إلى استعمال أمور يعني ممنوعة نفس الشيء لما نتحدث عن مثل هذا المشروب هذا المشروب يعني في شكله أولا في رائحته في لونه في ذوقه إلى غير ذلك من الأمور ممكن أن يكون يعني خطرا على أطفال في كصر هذا الحاجز الذي تحدثنا عنه والأسف الشديد سنذهب إلى خليك معنا نروح ونشوف خلفيات هذا الموضوع وعلى خلفية الانتقادات التي طالت وزير التجارة عقب قراره بتحرير تجارة المشروبات الكحولية وإعفائها من الرخص لم يتمكن عمار بن يونس اليوم من كبح ملامح الغضب على وجهه تجاه الصحافة الجزائرية بن يونس الذي ظهر مستأة من الإعلام اتهم الصحفيين بشن حملة منظمة ضده ذات خلفية إيديولوجية حيث رفض تقديم أي تصريح بخصوص القضية والمنتوج جديد الذي يقص المشروبات الكحولية المشروبات أو الخمور الخالية من الكحول وأكدا في السياق ذاته أنه لن يرضخ لأي ضغوطات يمارسها من أسماءهم بلوبيات أو شخصيات مالية نافذة ضده معني الوزير جزء سؤال بس شوفت ردد فعل الوزير سيد مصطفى زبدي سؤال صريح وأريد إجابة صريحة أنتم كجمعية حماية المستهلك عند دخول أي منتوج إلى الجزائر أو إصدار أو إنشاء منتوج في مرحلة مراحله المتوسطة قبل أن يخرج إلى السوق هل تستشارون من وزارة التجارة؟ هل يجتمع معكم عمارة بن يونس أو غيرهم من الليجان المكلفة ويتكلموا معكم كحماية للمستهلك وتعطوا رأيكم في مثل هذه القضايا أم لا؟ أنا أظن أنه في مجال التصنيع هناك أجهزة يعني مخولة ومسؤولة عن هذا الأمر يعني هناك غرف التجارة والصناعة هناك جمعيات المنتجين جمعيات المستوردين إلى غير ذلك ولكن أن يتدخل المستهلك في مراقبة أو في اطلاعه على أي منتوج يعني لا أعتقد أنه هذه من الأمور التي قد تتجاوزنا صراحة ولكن كيف ينتج يخرج منتوج ثم تفاجأون به في السوق؟ لماذا لا تتدخر الدولة جهداً بإشراككم في الاستشارة قبل خروج منتوج أو قبل استيراده على الأقل يعني منتوج مثل هذا لجه الجزائر لو استشرته من قبل كنت تقولوا أنتم ربما ربما هذا ما يمشيش ربما هذا يضرب بالنحية النفسية والاجتماعية للأطفال للقصة على الأقل الوفر الجهتة الدولة وجهتة المؤسسة نحن هنا يعني مستعدون لأي أمر قد يفيد المستهلك يعني مستعدون ليلاً نهاراً يعني وللأمانة وجدنا عدة منتوجات التي روجت والتي قمنا بإبلاغ السلطات المعنية والحمد لله كانت هناك استجابة يعني لحد الساعة يعني وللأمانة كثير من المنتوجات التي قمنا لازم نعرفه أنه أول منتوج اللي كان سبباً في هزة يعني اجتماعية وغلاياً شعبي هي قضية الخبز من سواج منذ أشهر والذي الحمد لله يعني رغم وابل من الانتقادات ولكن الآن أصبح هذا الأمر يتحدث حتى داخل البرلمان وبدون لوبيات إذن جمعيات حماية المستهلك عندها القوة وعندها القدرة أنها تواجه أي لوبيات أو تقول أنه هذا المنتوج يتماشى وعى طبيعة المجتمع أو لا يتجمع جميل جداً سي مصطفى زردي رئيس المية حماية المستهلك مشكور جداً على حضورك معنا في الحصات الإخبارية شكراً لك سي مصطفى زردي